الصفرة الفيسيولوجية أو الطبيعية دي عشان تبقى اسمها كده لها شروط مش أي صفرة ما هو فيه صفرة تانية لقدر الله مرضية هقول لكم سيرتها هجيب لكم سيرتها دلوقتي لكن الصفرة الطبيعية اللي هي زي ما بنقول الكومن اللي هي الشائعة بتحصل إمتى أول ده شرط أو هو الشرط اللحي تحدث من اليوم التاني أو التالت أو الرابع بعد الولادة تحصل إمتى تاني؟ في اليوم التاني أو التالت أو الرابع من بعد الولادة يعني الطفل ما يتولدش بيها أبدا الطفل ما يتولدش بيها أبدا لو الطفل تولد بيها روحنا في سكة تانية خالص يبقى الصفرة الطبيعية أو الصفرة الفيسيولوجية تظهر من اليوم التاني أو التالت أو الرابع من بعد الولادة وتختفي في حدود أسبوع إلى أسبوعين كحد أقصى تمام؟ طيب بخلاف أن الجلد يبقى مسفر وبيض العين مسفر فيه أعراض تانية للسفرة؟ فيه أعراض تانية بخلاف إسفرار الجلد وإسفرار بيض العين بيكون فيه ضعف في حركة المولود وبيكون فيه ضعف في عملية الرضاعة وبيكون صوت البكاء بتاع المولود أوقات بيكون عالي وأغلب الأوقات منخفض قوي ما عندوش قدرة قوي على بزل المجهود أحيانا ممكن يحصل ترجيع أحيانا تانية ودي أحوال ندرة يعني بيحصل ارتفاع في درجة الحرار بيحصل كمان بروز في الأماكن الطرية اللي في الراس اللي هي الفتحات فاكرين اتكلمنا عنها برضو في مواصفات المولود القياسية في حلقة سابقة بيحصل بروز تلقوا أبا كده عن الطبيعي خلاص؟ دي بقية الأعراض بتاعة الصفر طيب التعامل معاها إزاي؟ على فكرة الحالة دي بتحصل ناس كتير قوي وأنا النهاردة يعني أشهد الله سبحانه وتعالى إن أنا كل همي وهدفي إن الناس تتطمن سواء اللي بيمروا بهذه المرحلة أو في هذه الحالة في الوقت الآن في الوقت الحالي يعني بيشوفونا كده ويكون ابنهم أو ابنتهم الموليد الجدد عندهم صفرة أو يكونوا على وش ولادة زي ما بيقولوا أو كان عندهم صفرة واتفقنا وخايفين يقولوا يا تارى بقى هتترك أثر أو بتاعة قلنا أهم معلومة أنه بمجرد اختفاءها لا تترك أي أثار سلبية أو مضاعفات على الطفل تمام؟ طيب